يشكل مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء مع مشروع الباص السريع داخل عمان حلقة متكاملة من شأنها تطوير منظومة النقل العام بين المدينتين المشروع الذي افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم ضمن زيارته إلى محافظة الزرقاء يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تبلغ كلفته الإجمالية 153 مليون دينار المشروع يتضمن 12 تقاطعا مروريا جديدا وسبعة جسور وخمسة أنفاق وخمسة محطات ركوب نموذجية ويضم مسارين الأول يمتد من المدينة الرياضية إلى محطة الزرقاء بطول 24 كيلو مترا والثاني يمتد من مجمع المحطة في عمان إلى محطة الزرقاء بطول 20 كيلو مترا ضمن المسار خمس محطات للركاب ماركة، الحزام، الصيفة، الهاشمية، الزرقاء وهي محطات للركاب على المواصفات والحمد لله إن شاء الله هذا المسار الباص في ضمن المشروع طريق الأوتو سراد رح يتم ربطه بمشروع الباص صريف في أمانة عمان بإذن الله تعالى طبعا في آخر تعداد لعدد المركبات اللي بين عمان والزرقاء بالإتجاهين من أسبوع كان آخر تعداد 117 ألف مركبة بالإتجاهين وإن شاء الله هذا رح يخدم عدد كبير من أهلنا في عمان وفي الزرقاء بخصوص استعمال الباص السريع ورح يتم تقييم طبعا التجربة بعد سنة من خلال تشغيل تجريبي من أمانة عمان رح يتم تقييم التجربة ومدى المستفيدين من هذا المشروع نتطلع ونعمل حاليا على استكمال أعمال الدراسات اللازمة للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من الباص السريع بحيث نتجه جنوبا وغربا في أمانة عمان من محطة الصوالح ونخدم إلى تقاطع نعور ثم محطة المحطة مرورا من دوار الجمرق وأيضا مسار ثاني من دوار الجمرق إلى مادبة مرورا بشارع عمان المرحلة الثانية هذه متوقع أن يعمل بها حوالي أيضا مئة حافلة بانتظار استكمال الدراسات التفصيلية أما المرحلة الثالثة ستكون لخدمة مدينة الصلط واستكمال وصول أعمال الباص السريع ومشروع الباص السريع إلى مطار الملكة عليها وتسهم منظومة النقل العام المتكاملة في تحقيق نقلة نوعية في الواقع التنموي إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتنشيط السياحة وتسهيل تنقل المواطنين بين المناطق والمدن والمحافظات أمانة عمان قامت بشراء 48 حافلة جديدة بأعلى المواصفات وسيبدأ التشغيل من صباح غد إن شاء الله الرقم المستهدف بنقل الركاب من عمان إلى الزرقاء حوالي 30 ألف راكب يوميا وهذا رقم مستهدف بالنسبة لنا بالتأكيد بدايات ربما تكون الأرقام أقل من ذلك لكن هذا رقم مستهدف بالنسبة لنا الحافلات التي تم تشغيلها تتمتع بأعلى المواصفات العالمية منظومة دفع إلكتروني وجود كاميرات مراقبة خدمة إنترنت مجاني مهيئة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مواعيد محددة ساعات العمل من السادسة صباحا حتى العاشرة مساءا وزار جلالة الملك في مدينة الحلبات الصناعية مصنع معيارية للصناعات الخرسانية الذي أنشئ بمبادرة ملكية دعما للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدام واستمع إذا شرح عن متجات المصنع واستخداماتها المتعددة في أعمال البناء وتأسيس البنى التحتية بدأنا العمل في مشاريع عسكرية ومشاريع مدنية ومعارض سوفكس في مدينة العقبة والآن هناك عطاءات كبيرة بالانتظار لمنتج هذا المصنع هذا المصنع وفر العديد من الوظائف للمهندسين والعمال وكذلك فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبناء المتقاعدين العسكريين مساحة المصنع يقع في منطقة الحلبات على أرض مساعتها 168 دنوب مساحة المصانع لمصانع الحديد ومصانع الإنتاج ومصانع تصنيع الأسقف المفرغة إلى 34 دنوب وقلنا بتنفيذ مشاريع التابعة للمشروع البنايات شفى بدران التابعة للقوات المسلحة الأردنية وفي المنطقة الغباوي والآن هناك مشاريع في طور التنفيذ في سنة 2024 و2025 تصل إلى 200 ألف متر مربع المصنع الذي يوفر حاليا 170 فرصة عمل 80 منها لأردنيين يضم ثمانية خطوط إنتاج تعمل وفق أحدث التقنيات التكنولوجية بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مربع من المساحات المبنية سنويا عماد الرقاد التلفزيون أردني